برضو من موضوع الكاس بنفس القصة لأنه كان فيه تصريح واضح من اللجنة الخماسية أن الكاس مصر وارد جدا أن الأندية تلعب بها بالصفقات الجديدة أو بعد الأول خلي بالك قالك بدون الصفقات الجديدة يعني لسه ده يحطي لها طبعا كان فيها اعتراض لكن دلوقتي لو أنت زي ما بتقول ممكن يقولك دلوقتي اللعبة اللي هتمشي من الأندية هتيجي ترفع تقولي طب ماشي هنرجع بالقايمة القديمة طب اللعبة اللي مشت طب واللعبة الجديدة مش هتلعب وبالتالي هتكون فيه تضارب من ده اللي بتكلم عليه حضرتك يا كابتن هيني هو الموسم تهى الموسم عملية بزمنتاش ترس عندك بطولة الكاس لما تنتهي تقدر تقول تحط دوايحك وتحط نظامك لكن أنت أنا عاوز أقولك موسم كله مرتبك على بعضه والدنيا فيه يعني فيه جهد معمول عشان ينهي مسابقة الدوري وعندنا فلتين بفضل الله وصلوا نهاية دورة بطالة فاخر طب هون احنا يعني مستكترين احنا نوفر لهم الأجواء أنه هم يبقى فيه فينال مهم جدا مصر هي اللي فازت فيه مش أي نادي وبعدين وانت بتستعدل للموسم الجديد ولسه عندك الكاس ما انتهاش تيجي تقول للقيدي أخره تسعتاشر يعني أنت مثلا بتخصر عاوز تخصر الانديا مثلا لو أنا أنا نادي عندك لعب ولا اثنين ولا ثلاثة وعاوز مثلا تعيرهم عاوز تبيحهم تيجي تكبره دلوقتي مثلا أنه خلاص يستغن عنه مسلم كده بخصر ماني بعد كده ويتحاسب يعني أنت معه ولا ضد يعني مش مفهومة برده هي مفيش حيدة لا واضح فيه تعنت وواضح أنه على ما مش عاوز أقول على ما يبدو أنه بعد الناس لما تسمع الكلام وأنه كنت نجحت وديته فبدل ما يجود في شغله فبدل يعمل لك بقى عرقيل وحط لك فيها مشكلة فللأسف يعني أنا مش فاهم وجهة نظر اللجنة الخماسية في إصرارها على القيد يوم 19 نوفمبر والموسم هينتهي يوم 5 ديسمبر والموسم الجديد حسب الكلام بقوله هيبدأ يوم 6 ديسمبر إيه الجديد؟ فين دعمك للأنديد؟ فين تسهيلاتك؟